كده اتحاد علماء المسلمين بطالب طالبان بأن تكيمن وموزاجة للحكم الرشيد بتالي مطالبة في موضعها وفي وقتها وفي منتهى الأهمية مهمة مهمة لإني والاتحاد أنا رأي لابد يكون له دور مع طالبان طالبان حركة درست الفقل والعقيدة والدين على المدارس التراثية على المذهب الحنفي الحنفي والماتوريدية في العقيدة يعني واضحة المسألة إذن وعلماء الأحناف في الاتحاد كثر يعني ما شاء الله زي الرز يعني ومدام حركة لها مرجعية ممكن تتفاوض معها فيها وتنمى وتطور فيها إذن دور العلماء طيب إيه المطلوب من العلماء يعني المطلوب من الاتحاد التواصل المستمر النصح الدائم تدريب عدد من حتى من دعوتهم لا مانع لأن في الناس أنت ممكن يبقى عندك التراث وضالع فيه لكن ما عندكش المعاصرة فتعمل شرخ كبير بينكم من المجتمع الإقليمي والمحلي والدولي فده دور الاتحاد أنا أعتقد أنه الأهم من حكاية المواكبة ديت للمجتمع المعاصر يعني أنه يبقى فاهمنا لأحكام الشريعة فهما منضبطا ما يبقاش فاهما قاصرا عند مرحلة معينة على دماغنا نحن بس بالضبط أو على رأي واحد يبقى فيه أفق واسع ويبقى فيه تصور واضح المعالم ماذا نريد أن نقيم في بلدنا وعظمة المذاب فيه كده صحيح للمذاب الواحد فيه مش رأي المذاب الواحد نفسه رأيه اثنين وثلاثة وإذا جاز لنا بدورنا أن نوجه كلمة إلى إخواتنا في أفغانستان نقول لهم إنكم الآن تمثلون الأمة المسلم وإن الأمة لا تتحمل مزيدا من الجراح ولا تتحمل مزيدا من التجارب الفاشلة وقد سائمنا إخواتنا أن نأتي بعد سنوات لنسمع الجملة التاريخية الشهيرة والله المؤامرة كانت عالمية والمؤامرة كانت كبيرة والمؤامرة كانت أقوى منها المؤامرة موجودة طول الوقت وينجح من أخذ بأسباب النجاح وتوكل على الله سبحانه وتعالى فيعني احسبوا جيدا خطواتكم واجعلوا الغاية أن تقيموا نظام حكم يقدم الإسلام في صورة صحيحة للبشرية كلها ويقدم للأمة نموزج ناجح الأمة متعطشة جدا إليه بعد سلسلة من الإخفاقات ومن التجارب غير الموفقة